محسيني جاويني بصراحة أنا هدري كواتيني هوا يفتروا عليك هوا يرادوا سواكم حتايا ماردحتيها بالتلفزيون لأنه أنا حتى البعض اتصل بتقولهم ديروا بالكم يعني اتصل مو كويتي شخص يعرف علاقتي احتي لي هاي القصة محسيني قصة انه شلون رادوش بس السكتيني شاردوش شطوش يعني كعرض مباشرة اللي ماكو تجيني مثلا جتني من كل زيارة صير عراقية للكويت كحكومة او كسلطة تشريعية يرحون للكويت كان الله يرحمه الصباح يعني الانساء اللي توفى بتحل علي الرحمن كان يقول بس جبوا لي علي نصيف حتى لو بطيارة خاصة جبواها للكويت يعني يبلغوني بشكل رسمي يتم الله لو يملك للدنيا كل مارو واحد واحد نائب كان ويايا التقى في لبنان مع مسؤول الأمن الكويتين هم فاتح هاي شانت على أول هم واسه هسه أرفه هو وضعي هم ماد ما صارت قبل يومين بنات صديقات رايحات رايحات للكويت قالوا قالوا ادخلوا ادخلوا انتوا كلكم تقدرون دخلوا إلا هاي النائبة عاليا نصيف هسه جدي يشتغلون استاذ نجيم هسه أي أبو بيج عنده ألف صوت يقول لي بس سقط أيانا والله العبي زيل أنا سمعت أنا طبعا هذا الكلام وإحنا دي نحشيك أمام رايح عام عراقي إذا إن شاء الله العمر الطويل إلك إذا طلع خلاف ما أقوله من كل كلمة أتب وأحشي عليها هنا لا نتلعق إن شاء الله وعمرش طويل يلا يباركي طول بأمرك إحنا بقيت كافي القائمة اللي ما أخذيه الرشاو الولد هواية مخيفة شبيرة قسم تحت بوابة دعم انتخابي شوفوا هم خبثاء بأمرين أي وثيقة من ذنين يروحون يودعوها بمجلس الأمن ليش حتى العراق يسقط حقه بالمطالبة ولذلك هم يستيقلون نقولون ما لكم حق بالتفاقية عبد الله كل الوثائق إن ودعت في مجلس الأمن لأن حنفتح عليهم دعاوي حنفتح عليهم جأنم هسا أكو جايين نواب شرفاء وراهم ممثل عالية ما عدا سلاحك وراهم سلاح هسا بدأوا بدأوا يمشون بطريق القضاء بس قلت لك اليومين هاي أكو دعاوي ما نقدر نحتي أسماء هسا الولد الحرامية ما تلك وشوف أقول لك يعني يمكن أقول لك جل الحكومة والله ما أبخذ حقهم لأن بأشوف أقفت فقرة انتبه إلها يعني قصدية في إبقاء العراق ضعيف حتى تمر هاي الأمور بها قصدية من الشراكاء داخليين ومن الجهات الأقليمية ودعتكم حسيني وأنت تسمعيني أنا تشلت من زمان أقولهم راح يجي يوم كلكم إليها واردون وراح تسقطون شر سقوط لأنه سياسة التجهيل مو دائما ممكن أن تصل بهم إلى نتيجة صحيح